بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو القاهر فوق عباده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه تبارك وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام اتقوا الله تعالى حق التقوى فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله فإنها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين إخوة الإيمان اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أنكم موقوفون بين يديه غدا فسائلكم عما خولكم واسترعاكم من الأمانات فإن من أعظم الأمانات التي استرعان الله عز وجل إياها أمانة حفظ صلاة الجماعة إخوة الإيمان الصلاة مع الجماعة وما أدراكم الصلاة مع الجماعة أيها الأحبة إن من علامات الشقاء أن يترك الإنسان واجبا من الواجبات سيما بعد أن كان عليها محافظا وأن ينبذها وراء ظهره بعد أن كان بها متمسكا فكيف إذا تركتها بالكلية مجموعة كبيرة من الناس وتوانى في تطبيقها فئام من المسلمين لا شك إن ذلك لخسران مبين وخذران عظيم وضلال مبين إخوة الإيمان أما إذا وصل الأمر إلى أن يشتغل بعض المفتونين بالتزهيد فيها وتكلف الأعذار لتاركيها ضاربين بالمحكم من الأدلة أرض الحائض مشتغلين بالمتشابهات إخوة الإيمان فتلك فئة فتنة ما بعدها إلا الضلال والعذاب المهين قال الله جل جلال محذرا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال سبحانه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إخوة الإيمان أما وقد وجد كل ذلك في زماننا هذا ورأيناه رأي العين وعشناه وما زلنا نعيشه فقد آنى الأواني إخوة الإيمان للأمة أن تهيئ النفوس بأقوى ما تملك من عزيمة للتمسك بسنة نبوية والتشبث بها والعض عليها بالنواجذ أكبر من ذي قبل إخوة الإيمان وأن تحذر من دعاة الباطل وإمة الضلال والمتعالمين والمنافقين الذين يصدون عن سبيل الله ويطنصون رسوم الملة ويهدمون أركان الدين فلعل بذلك أن تنال الأجور المضاعفة التي وعد بها المتمسكون المؤمنون فعن أبي ثعلبة الخشنية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من ورائكم أي أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قال عبد الله بن مبارك رحمه الله وزادني غير عتبة قيل يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم قال بل أجر خمسين منكم رواه الترمذي إخوة الإيمان لقد أتى صلى الله عليه وآله وسلم بالحلال والحرام وبينهما أوضح البيان وأخبر عن المتشابهات وحذر ممن يأتون بها قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الهما كالراعي يرعى حول الهما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن حما الله محارمه الحديث متفق عليه أيها الأحبة إن من سنن الهدى التي شرعها الله جل جلاله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتفقت الأمة عليها منذ الصدر الأول والتزمتها وحفظتها القرون المفضلة ولم يفرط فيها المسلمون على مر عصورهم والتي كانت وما زالت من صفات المؤمنين المتقين ومن سمات الرجال الصالحين عمارة بيوت الله أيها الأحبة عمارة بيوت الله جل جلاله بصلاة الجماعة حيث قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن أي في المساجد فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاة ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أي من شدة الضعف والهوى أو الكبر رواه الإمام مسلم إخوة الإيمان هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وهكذا كان صلفنا الصالح حريصين على صلاة الجماعة وهكذا كان فهمهم لمنزلتها وفقهم لأهميتها إخوة الإيمان هكذا كانوا لا يجدون لتاركها والمتخلف عنها وصفا أليق به من غير النفاق أولئك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القرون قاطبة وأفضل الرجال على الإطلاق حفظة العلم وأوعية الفقه وعلماء الحق وإمة الهدى أو عن ناس قلوبا وأزكاهم نفوسا وأصوبهم رأيا وأعمقهم فهما صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة عن ربه تبارك وتعالى ولازموه وتلقوا عنه الوحي وحفظوه وأخذوا عنه الهدى وطبقوه في أنفسهم ونقلوا على من بعدهم كانوا يرون التارك لصلاة الجماعة منافقا معلوم النفاع ولا يشكون في أمره فكيف إخوة الإيمان لو رأوا زمنا لا يكتفى فيه بترك الجماعة فحسب بل يضاف إلى ذلك المنكر منكر التزهيد فيها والتقليل من شأنها وذلك بحجج شيطانية واهية وأعذار إبليسية باطلة قذف بها إمام الضلال الأكبر في قلوبهم فما زالوا يسودون بها مجالسهم ويرددونها أل الأسماع في نواديهم حتى صدق بها من صدق من الغافلين وتشربها من تشربها من المنتكسين فراحوا يغضون بها ويروحون وينشرون بين الناس أقوالا شاذة لا قيمة لها في الشرع ويبثون في الأمة أراء شاذة إخوة الإيمان فنعوذ بالله ممن ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا إخوة الإيمان إن هذا القرآن الذي بين أيدينا قد قرأه الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم وتابعيهم القرون المفضلة وتأثروا به وعملوا به ما زال هو القرآن نفسه إخوة الإيمان وإن تلك السنة التي بين أيدينا هي التي نقلوها لنا وروا لنا من بعدهم من الصحابة ما زالت إخوة الإيمان هي سنة ذاتها وإنه لا علم أبرك ولا عمل أزكى من علوم الصحابة والتابعين وأعمالهم رضي الله عنهم أجمعين ولكن إخوة الإيمان فطر أهل الشهوات هي التي انتكست وبصائرهم هي التي عميت لقد قلت التقوى في قلوبهم وغاب وازع الدين من صدورهم وصار أمر الدين وهم الإسلام هو آخر اهتماماتهم وأصبحت الدنيا هي أكبر همهم وشغلهم الشاغل ومقيمهم ومقعدهم حتى غد الحرام لدى بعضهم حلالا وأطحى الممنوع عند فئام منهم جائزا وسار ما كان بالأمس خطيئة ومنكرا يرى اليوم حسنة ومعروفة إنا لله وإنا إليه راجعون وتركت المحكمات من الأدلة واشتغل بالمتشابهات وصدق الله جل جلاله حيث قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أيها الأحبة لقد أمرنا الله جل جلاله بصلاة الجماعة حتى في حال الحرب والقتال فكيف باتماع الناس في أسواقهم للبيع والشراء بل كيف بجروسهم في مجالس اللغو والهراء في بيوتهم والسراحاتهم بل وبعضهم إخوة الإيمان يضبطون المنبهة لوقت العمل لا لوقت الصلاة وبعضهم يسمع إقامة الصلاة ولا يبالي ويذهب حيث شاء وقد تجاوز المسجد وهو يسمع النداء للصلاة إخوة الإيمان قال الله جل جلاله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فلتأث طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وقال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي أن أصلي في بيتي فرخص له فلما ول دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب وفي رواية لا أجد لك رخصة الحديث رواه الإمام المسلم في صحيح وصحى عبد 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 رضي الله عنهما قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس حتى فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم وفي رواية لولى النساء والصبيان لأحرق عليهم بيوتهم الحديث متفق عليه واللوظ للبخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه إخوة الإيمان هذا غيظ من فيض مما ورد من الأدلة الموجبة لأداء الصلاة مع الجماعة للرجال إذا لم يكن لديهم عذرا إخوة الإيمان أيها الأحبة لا نقول أن الإنسان لا ينسى ولا يغفل بعض الأحيان ولكن الذي يترك الصلاة بالكلية أو ينساها بالكلية أو يتجاهلها أو يسمع النداء ويتعمد في ترك الصلاة مع الجماعة هو المعني في ذلك إخوة الإيمان أيها الأحبة وإنه ليخشى على من ركب رأسه وتمادى في غيه بعد إيراده الأدلة الشرعية تلك عليه أن يدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله جل جلاله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وياكم بما سمعنا وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وياكم من الذين استمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا الله وياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان إن صلاة الجماعة فضلا عن كونها شعيرة عظيمة من شعاع الإسلام فإن فيها دلالة على الإيمان وتبرئة للنفس من النفاق حيث قال الله جل جلاله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وإتاء الزكاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله وصلاة الجماعة إخوة الإيمان قوة للمسلمين وحصن لهم من عدوهم الأول المتربص بهم وهو الشيطان حيث قال الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية رواه الإمام أحمد في مسنده والأبو داود في سننه والنسائي في سننه وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا وصلاة الجماعة إخوة الإيمان تعارف وتآلوف وتعاون بين المسلمين على البر والتقوى ولولا أن الله جل جلاله يريد للمسلمين الصلاة في جماعة لما شرع بناء المساجد وتنظيفها لما شرع إخوة الإيمان بناء المساجد وتنظيفها لاتماع المصلين فيها فكيف وقد شرع ذلك وعظم الأجر لمن يفعله أيها الأحبة يا من تصلون مع الجماعة ألا فاتقوا الله عز وجل واثبتوا على ما أنتم عليه من الحق الواضح المبين وحافظوا على الصلاة في بيوت الله جل جلاله ولا يفتننكم الدنيا وشياطين الإنس والجن فإن وعد الله حق ووعد الشيطان غرور باطل فلا تغرنكم زخارف الدنيا عما أنتم به موقنون فإنه زائل إخوة الإيمان بمجرد موتكم في أي لحظة لن تأخذوا شيئا مما جمعتم سوى الكفن إخوة الإيمان بضعة أمتار من قماش أبيض وقد قال الله سبحانه وتعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عننا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إذن إخوة الإيمان ولا يغرنكم كثرة المتخلفين عن الصلاة أو مضيعوها فتتأثروا بهم فإنما كل ذلك ابتلاء وفتنة والموعد الآخرة أيها لا حبة وليس ذلك ببعيد عند الله عز وجل قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم إباد الله إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا ولات أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة ناصحة فدلهم أرى الخير وتعينوا عليه يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله